السلام عليكم ورحمة الله تحياتي اخواني الكرام الله يسعدكم يا رب من وين ما قد تعبت تابعونا بداية صلوا على رسول الله اخواني الكرام وعملوا عجاب لهذا الفيديو وخلوا الجميع يشوف هذا الفيديو لانه هذا الفيديو اخواني الكرام رح يفيد جميع السوريين والعرب في كل انحاء تركيا ورح يفيدكن باي يوم من الايام اذا ما فاتكن هلأ رح يفيدكن بعدين اخواني الكرام في عندي ستة امور يجب على كل شخص سوري كان او اي جنسية عربية اخرى او اي شخص مقيم بالاراضي التركية اخواني الكرام انه يتحقق من هاي الامور اذا ما بشكل يومي بشكل اسبوعي بشكل شهري بشكل دائم شو هي هاي الامور رح نتعرف مع بعض طبعا هاي الامور عم تتم من خلال موقع الاي دولات بداية اخواني الكرام رح نسجل الدخول على موقع الاي دولات حطينا اخواني الكرام رقم الكملك وبعدين منحط الشفرة وبعدين رح نسجل الدخول طبعا في كتير ناس عم تقول لي انه خبي رقم الكملك او مشان ما حد يشفه احباهي الكرام رقم الكملك هذا عبارة عن ارنيك يعني مثال يعني رقم كملك وهمي ليس رقم كملك نهائيا فقط بس انا للتعليم عم حط رقم بداية تسعة وتسعين مشان الناس تعرف انه هون رقم الكملك وتحت الشفرة بعد هيك اخواني الكرام رح نسجل الدخول على موقع الاي دولات بعد ما سجلنا الدخول اخواني على موقع الاي دولات شو هي الامور اللي لازم كل شخص يتحقق منها تمام اول شغلة اخواني الكرام لازم تتحققوا منها بشكل دائم هي موضوع خطوط الهاتف تمام رح نروح على شريط البحث ونكتب كلمة هات ونضغط على بحث ونضغط على اول خيار بيطلع قدامكم متل ما لكم شايفين تستنوا هون رح تشوفوا اخواني الكرام اذا مفتوح خط هاتف على اسمكم تمام اذا مفتوح خط هاتف على اسمكم لانه في ناس عم ينفتح خطوط هاتف على اسمها من غير هي ما تعرف عم تروح مثلا تشتري خط هاتف من محل هذا المحل عم ياخد رقم الكملك ويفتح خطوط لاشخاص تانية من خلال صورة الكملك تمام بهذا الشكل اخواني الكرام رح ترجم لكم ياها للغة العربية رح تشوفوا انه هون مكتوب ليس لديك اي معلومات ليس لديك ليس لديك مو بس خطوط الهاتف طبعا وهون تحت عندي خطوط الانترنت وخطوط الهواتف الارضية هيك بتكونوا تأكدتوا من اول شغلة خلينا نروح على تاني شغلة وكتير كتير مهمة رح نتحقق هلا اخواني الكرام اذا في عليكم ضريبة او لا تمام في ناس كتير عم تتفاجأ انه في عليها ضريبة او عليها اي امور او عليها اي مخالفات فكيف تكون تتحققوا اذا في عليكم ضرائب او مخالفات ممكن تجيكم ضريبة من غير ما تعرفوا او مخالفة من غير ما تعرفوا رح تروحوا على شريط البحث ورح تكتبوا كلمة فيرقي اللي هي ضريبة رح يطلع عندكم تلقائيا خيار هو فيرقي بورجو صور غولاما هذا اللي شايفينه اللي تحت تمام رح نضغط عليه رح يطلع عندكم اول خيار رح تضغطوا عليه ورح تستنوا شوي هون في حال كان عليكم اي ضريبة رح تلاقوها موجودة في حال ما عليكم ضريبة رح تشوفوا رح يطلع عندكم بهذا الشكل رح نترجمها للعربي رح تشوفوا مكتوب هون لم يتم العثور على معلومات الديون معناته انتو ما عليكم لا ديون ولا ضرائر خلينا نروح شو نشوف شو هي الشغلة التالتة اللي كتير مهمة هلأ اخواني الكرام رح نتحقق من هون اذا في على اسمكم مساعدات اذا جاء على اسمكم مساعدات وانتو ما بتعرفوا رح نروح على شريط البحث اخواني الكرام اول شغلة رح نشوف اذا علينا مساعدات مثلا كدفعات او مصاري او اي شي رح نضغط كلمة بتاتي تمام رح يطلع عندي تاني خيار اللي هو بتاتي او زاردن هاي تاني خيار رح تضغطوا عليه ورح تستنوا شوي هون رح يفرجيكم اذا كان في عليكم مدفوعات يعني جاء على اسمكم مدفوعات من خلال البيتة تي اذا كان جاء على اسمكم اي مصاري بتاخدوا لقطة الشاشة اخواني الكرام وبتراجعوا البيتة تي في حال ما استلمتوا هاي المساعدة خلينا نرجع للامر الرابع واللي هو اهم جدا من هذا الامر طبعا قبل ما نرجع بس للفقرة الرابعة في عندي هون طريقة تانية للتحقق إذا في على اسمكم مساعدات كمان رح نشوفها هلا رح نروح على شريط البحث إخواني الكرام ونكتب كلمة Social Yard بس كتبنا هالكلمة رح نشوف أول خيار طلع عنا لهو Social Yard بالقلير الصور قلما تمام السؤال عن مساعدات السوسيال يعني مساعدات الاجتماعية نحن نضغط عليها كما لكم شايفين استنوا شوي في حال طلعت عندكم بهذا الشكل إخواني الكرام معناته ما في مساعدات على اسمكم في حال طلعت عندكم غير هيك مساعدات أنتوا ما استلمتوا كمان فيكم تاخدوا لقطة الشاشة وتروحوا وتراجعوا المركز يلي بيكون مكتوب اسمه جنب المساعدة خلينا نروح على الفقرة كتير هامة اللي هي الفقرة الرابعة وموضوع كتير هام إخواني الكرام في كتير ناس أحبائي سجلت معلوماتها بإدارة الهجرة أثناء التقديم على طلب للكملك ولكن صار في أخطاء صار في أخطاء يعني في ناس قدمت شهادة ما سجلولهم هاي الشهادة في ناس مثلا وضعهم مثلا هنه مثلا دارسين مسجل انه هنه مدارسين يعني بتكون تتحققوا من معلوماتكم المسجلة بإدارة الهجرة طيب لأصحاب الكملك رح نكتب بشريط البحث رح نكتب كتشيجي كوروما تمام يعني حماية مؤقتة رح يطلع عندي أول خيار تمام هذا هو أول خيار رح نضغط عليه تستنوا شوي مثل ما لكم شايفين إخواني الكرام رح تطلع كل معلوماتكم المسجلة هون بشكل كامل رح نترجم للغة العربية مثل ما لكم شايفين رح يطلع هون معلوماتكم الكنية الاسم المهنة أي شيء أنتم قدمينه إذا فيه هون أغلاط إخواني الكرام راجعوا إدارة الهجرة لتصحيح هاي الأمور تمام بالنسبة لأصحاب الإقامة لحتى يتأكدوا من معلوماتهم رح يروحوا على شريط البحث ويكتبوا إقامة إقامة تمام بس كتبوا كلمة إقامة إخواني الكرام إقامة يعني رح يطلع عندهم إقامة إذنك يشسل بلقي صور غلامة تمام هذا هو رح يضغطوا عليه رح يروحوا يشوفوا نفس المعلومات ويتأكدوا منها وفي حال في خلال رح يراجعوا إدارة الهجرة لتصحيح هذا الخلال خلينا ننتقل هلأ أخواني الكرام للموضوع الأكتر أهمية أنه في أشخاص كتير عم تتفاجأ مثلا بسبب خطوط الهواتف أنه هي عليها محكمة أو عليهم مشاكل أو عليهم قصص أي أن كانت المشكلة إخواني الكرام تتحققوا من وضعكم القانوني كيف فيكن تتحققوا من وضعكم القانوني هل عليكم محاكم أنتوا هل عليكم أحكام هل عليكم أي أمور رح تروحوا على شريط البحث وتضغطوا هون وتضغطوا وتكتبوا بشريط البحث كلمة دعوة يعني دعوة هي نفسها دعوة بالعربي وهون أخواني الكرام رح تشوفوا كلمة دعوة دوسسي صور قلمة أول واحدة رح تضغطوا عليها وبتستنوا شوي هيك بتتحققوا إذا فيه على اسمكم أي دعوة أو أي شي رح تضغط هون على اللغة العربية نترجمها لا يوجد سجل الدعوة المرفوعة باسمك أو التي تشارك بها هيك تأكدتوا أخواني الكرام من وضعكم القانوني ومن أموركم بشكل عام تمام؟ هلأ بقى خلينا نحكي عن الموضوع الأخير واللي هو كتير هام أخواني الكرام رح نرجع على شريط البحث ورح نتأكد من موضوع جدا هام وله تأثير على كتير أمور بيأثر بموضوع المساعدات بيأثر بموضوع الجنسية بيأثر بموضوع أي موضوع ممكن يخطر على بالكم بيأثر في هذا الموضوع شو هو هذا الموضوع؟ موضوع قيد النفوس من أهم الموضوع رح نروح على شريط البحث ونكتب كلمة نتبهو أدريس بالقلرم يعني معلومات عنواني تمام؟ معلومات عنواني رح تنزل لتحت هم في عندكم كلمة أدريس بالقلرم رح تضغطوا عليها ورح تنزل للأسفل هم في عندكم كلمة أدريس بالقلرم تمام؟ رح تضغطوا عليها مثل ما لكم شايفين إخواني الكرام طلع عنوانكم بشكل تفصيلي حلو الكلام حلو طيب إذا أنتوا هون ما طلع عنوانكم أو ما لقيتوا أنه في عنوان معناته أنتوا ما لكم نفوس ولا لكم قيد نفوس أو قيد النفوس تبعكم ممسوح أو صاير فيه أي مشكلة لهذا السبب إخواني الكرام هاي الأمور جدا هامة لا حدا يهملها أحبائي الكرام لأنه هاي الأمور هي عبارة عن معلومات أي شخص وأمور بتهم أي شخص مقيم بتركيا طبعا هلأ بنهاية الفيديو أنا محضر لكم مفاجأة حلوة واللي هي أنه أنا نويت مثلا هلأ تقريبا بكل فيديو أو فيديو أي فيديو لا أعملكم بكل نهاية فيديو عبارة عن مثل تركي بيشبه الأمثال العربية يعني رح نستخدم كل مرة بآخر فيديو يعني تقريبا فيديو أي فيديو لا مثل باللغة التركية تمام بيسموهن أطسوز رح نحكي نحنا مثال أو مثل منقوله باللغة العربية موجود عند العرب وبنفس الوقت موجود عند الأتراك المثل إخواني الكرام كما لكم شايفينه عندكم على الشاشة شو بيقول باللغة التركية طبعا الهدف من هاي الأمور الناس تتعلم اللغة التركية شوفوا المثل شو بيقول شو معنات هذا المثل هذا المثل بيستخدموه باللغة العربية يعني يلي بيطلع بإيدك عملو يلي بيطلع بإيدك عملو أو أعلى ما بخيلك اركب تمام إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو وعجبكم هذا المثل وإن شاء الله في عندي فيديوهات قريبا جدا هام إخواني الكرام تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته